اخبارك ايه? اعمل ايه? انا مجديني اول عنوان كارسة. وهو العنوان كارسة. اصلا تكاتل كده العنوان كارسة. كارسة تنتظر الزمالك كارسة جديدة تنتظر الزمالك في الفيفا. ايه الحكاية? بص يا كريم الناس كلها الهيام اللي فاتت. اصلا مش ناقص. بالزبط يعني موضوع الزمالك الزمالك ممنوع من القيد يعني الزمالك مش من حقه يتعاقد. اه يقيد اي لاعب الا بعد سداد ملونة ومعمائة الف دولار. اه. المفاجأة احنا بنحذر من دلوقتي. اه بعيد عن قضية اه خلال ايام هيزطج الحكم الناقي فيها. والمسؤولين جوا نادي الزمالك عايفين بكل تطوضات الوضع فيها قضية خالب بطيب. اه. قضية خالب بطيب موقف الزمالك فيها سايق جدا. حاولوا يحلوا الموضوع مع اللعيب. الفاتجة اللي فاتت. اه. حاولوا يحلوا دي. المحامل الايطالي. كلم مسؤولين في نادي الزمالك وطلب منهم بشكل واضح. حاولوا تحلوا الموضوع مع اللاعب. لان كل الجلسات اللي استماعية اللي حصلت في القضية. موقف اللاعب اقوى. الحكم اللي هتطلع في قضية خالب بطيب عاكريم حكم نهائي. زي موضوع ازباوتن بجيبونا بالزبط. اه. عايز اقول لك كمان انه بكيمة المالية والعقوبة اللي هتكون عن الزمالك ممكن تكون كارسة يعني. المبلغ ممكن يوصل اتنين مليون ونص دولار. اتنين ونص مليون? اتنين ونص مليون دولار. اه. تلاتة ومية وحاجة. في بعض الخصومات وبعض الاول الوقت اللي كان لعب غفي على التدريب وكده. يعني نقول مسأة اتنين ونص وفيه مليون نص اللي هم بتوصل. بعيد عن مليون ونص. اتنين ونص. يعني هتكلف اربعة مليون دولار. موضوع ازباوتن جيبونا يا كريم كان المسؤولين في نادي الزمالك عارفين من شهرين بالحكم. اه. من قبل ما اتجاوب يوصل الاتحاد الكريم الاسبوع اللي فات وخلاص الموضوع اصل بشكل رسمي. كان الحكم طلع والمسؤولين عايفين بكل حاجة. اه. حاولوا يحل الموضوع بشكل ودي مع الجبونا والناس في بيتقالية وفضت. قالوا عايزين المبخ كاش. السيناريو بتقرد تاني. فموضوع خالب وطيب. عقوبة الاقافة القيدة هتبقى مضاعفة على نادي الزمالك وهيبقى نفس الوضع لازم تدفع المبلغ عشان تأيد. فالموضوع ممكن نتكلم على اكتر من اكبر مليون دولار عقوبات على نادي الزمالك. طيب.